الشيخنا الفاضل وخام أوم مع تحفوظي لدي الشيخنا الموين معلين تحدثت تقريبا عن كل المواضيع أدم تبعني تحدثت تقريبا عن كل المواضيع لكنك دائما تغفل نابدنا في الجنديخ لكنك دائما تغفل موضوع غلاء الأسعار هذا الأخير الذي ينتمي للمجال الديني باعتباره يؤرق أحوال المسلمين بالمغرب وشكرا أدره لا يؤرق أحوال المسلمين في المغرب أدره يؤرق أحوال البشرية في الكوكب بكله الشرفة التي تدعو على قضية الغلاء الأسعار الله يجازيكم بخير هذا نقولها لكم دائما لا أرى ما عنديش في دماغي ذلك الكمبوزانت ذلك التي نأتي ونبدأ نهضر مع عباد الله من باب ضغداغة العواطف بأحد شكل من اللي سنسالي ونحص بري وسلم حمسين وسخان من اللي سنقول لك سيتحمستي سخنتي يا النوت سنقول لك ما نفعله أقول لك ما عرفتش ولكن نوت هيا رأي نقول لك العباد يرواك لنا فرزقنا رواك لنا فرزقنا وش هدي زعماء وش التحصيل حاصل محتاج أنه يجي يقولها لك واحد وش رأي مشي معقول ودغلال الأسعار وعليش أعداد من عباد الله اللي يقول لك غلال الأسعار كتسوله هو على الأسعار كتلقى ما سقش لألخبار تيعلف تيدوكي مشي نعاس أش بغي بغي تي تسمع من عندي نضغدق لك العواطف والله أخوية الأسعار غالية بالله أقسم لك بالله هي الأسعار غالية أخوة من بعد لا رأيك توجه كلمة للمسؤولين زعم ما بينه وبينك المسؤولين كيت صنطوليها صحيح صحيح شوف نفرشوا إما إحنا من الأخر كتضم زعم ما بالله المسؤولين كتصنطولي ودك شي اللي غنقول لهم يلون فيق واحد لسيانس دي البريس دونوت ويبدو يقيدو لا لقيد قيدنا مهمة دي اللي قال سياسي زعم المسؤولين داخلين دابا اللاباتش دي اللجنة المسجد ومتبعين لايف ليديرين دلاني أخوة بادي وين عارش طريبة لنقل الله والله العظيم ينستغيو زمغ خسن نكونوا شي شوية واعيين بشي حوي واحد يقول لك هضرني على غلاء الأسعار واخر قبل ما هضر لك على غلاء الأسعار مليك سأقول لك أنا كان هضر معاك على أنك تقطع القارو تقطع الحشيش تقطع تيه مليك سأهضر معاك أنك متقربش للريبة لأنه هو الساروت رقم واحد في الانفلاسيون وفي غلاء الأسعار نحن قلسي نعاني منه كلنا أنا ما أخذ لريبة ولا يحزنون عايشين في الكناة ونتم غلع لي الأسعار وقد قلوا يدوي لي على غلاء الأسعار ولي ما فهمش السير كوي دي العلاقة الريبة بالتنضخم زيادة الأسعار لم يوقعت قبلين نحن دماغنا يدوينا على غلاء الأسعار كينش مسائل أول ما تطردوا به هي تطردوا بالعلم وهو الغبش اللي عندنا في الفكر ثم أنا طريقتي أنا منهجية ديالي اللي بغي يسمع شي حاجة أخرى عنده واحد أخر الله يتقب بال المسلمون شي كيعون شي واحد كي يضرع له واحد لموضوع من المنطلق دياله واحد كي يضرع للموضوع أخر وإحنا يكمل بعضنا بعضا علش ما غامشيش أنا عنده واحد صحفي اللي كيتكلم مثلا على قدير غلاء الأسعار علش ما غامشيش عنده وانون تقول لي علش لي ما كتتكلفش المسألة ديال الدعوة إلى الله والدعوة إلى الله فرضون على كل مسلم وهم يقول لي بالعكس انت عندك منبر تصلوا إلى أشخاص لعلي لا أصلهم أنا بليحيتي فانتخصي علش يقول لك اللا حتى ذاك والصاحبه وقدر فاده وتنخلنا ما كان حتى شفى ذاك النقطة مشيحة القادية ديال ندم دحكني واحد قال لك لا ذاكرة خيف على الكرسي دياله إيه إيه إين كرسي وهذه السجلة لك المرة الجي إن شاء الله وتخرج ما مقاوم خبئنا إيه إيه كرسي كرسي ديال الوعد والإرشاد أنا الأوقاف أعطيني الحمر من كثير من عامين دابع بندم قاعد ما في خباره أنا منوع من ولوج المسجد من طنجل القويرة بندم قاعد ما في خباره بالأي نشاط له علاقة وزارة الأوقاف والشؤول الإسلامية أنا أمنعهم قد يلغى النشاط غير حتى في اسميتي والمسألة لما عند التعلاقة بالأمن عند علاقة ببعض الأفراد في وزارة الأوقاف الناس لا تعرفوا هذا لكن مشيرها ليس كل ما يعلم ويقال حيث نرى مشير من النوع اللي غادي يقلس ويبدأ في الميطر مشكيل يبدأ يعود قصة حياته ولو حمصار نو قدام عباد الله آش داروا لي آش ما داروا لي وذوك البكائيات واللطميات لما خرج المشير يخدمتنا نحن لا نربي أجيالا مثل هذا نحن لا نربي أجيالا مثل هذه اللي قالتها كاتبكي لا نربي مثل هذه الأجيال نحن نربي أجيالا واعية صافي وخلاش وما بغيناش ندخله في شي تفاصيل لا نحتاج لذكرها حيث ما قادت نفعبتها شي حاجة قال لك حقارة خيف على الكرسي دي هالوخي تي لا كرسي أبو الحاج فضينا منه وش حال هذه ناس بقى ما بغتش تستوعب أنه راه وحد الشخص أو لوحد الجهة معينة أو لوحد المجموعة للأشخاص راه من لي ما كيخوضوش في نوعية دي المواضيع راه ليس خوفا وليس تهربا ولا شي من هذا القبيل أنهم يرون وكان عندي درس في واحد المسجد واحد المرة وكنا نتكلم عن قضية الإحسان الإحسان يعني العطاء التبرع والصدقة وكذا وكما نعرف وصلنا لأهمية الوقف في الإسلام كان مجموعة دي للنقاط وتكلمنا على الوقف في الإسلام ودخوين على الوقف ودخوين على الوقف في مساجد وكتل لهم أنا عارف اللي كتكلموا عن المساجد كتقولوا لا رخص الدولة وكذا وانت خصك تقول لهم كتل لهم بل لا تنجيكم أنا من الأخر كتل لهم نفس الكلام كتل لهم وش كتظنوا أن الناس عمل المسؤولين قالت يتصنتوا لي من اللي غانه نهضر معه وغيروا ذلك شي لقد قلت لهم في المسجل كتل لهم هو لن يحمي لك على فعل شي ما غدرت تشي عمل تشي عمل لا يترتب على ما سأقول لك عمل يعني غادي توقع غير جالس كتبخ علي وكنبخ علي كنفش لك في قلبك وكتبش لي بقلبي بل احتدك الغضب الذي يجب أن يتحول إلى عمل ممنهج أنت كتبيس من اللي كم دا نقول لك شي حاجة التي تضغضغ عاطفتك ونحن لا نحتاج لهذا نحن نحتاج إلى شباب يقوموا للبناء لا نحتاج إلى شباب كنفخوه وكنفشوه على حسب وشغي يحضر عندي الدرس وما يحضرش عندي الدرس ثم نحن لا نصنع أتباعا باش من هذا المنظم يبدأ يضغضغ لي أنا العاطفة ديالي ويحكني من البلاسة اللي كتاكلني ويكتب لي في الكومنتير والله أستاذ يسير لأنت اللي كين وانت اللي كتخرج فيهم طول وعرض وكن حسب رصي فعلين رأنا اللي كين وان اللي كنخرج فيهم طول وعرض ومن بعد كميرا اللي غيضرني لأشي اللي بفد لأنني غادي نقول هاد الهضراء ونغوّت ونخبط في الطابلة ومن بعد سي من الجيين اللي تسولوا على الدرس يقول لكم اللي رأنا ما كينش لا واش الدرس تحبس لا رأى فلان اللي تحبس كميرا ما غيضرنيش مسألة ديال لأنا نهبط لبرودة ولا شي حاجة منعرف الحمد لله ما كان قلوه شي حاجة اللي غا تستحق ذلك شي كي اللي غا يضرني كتر وأنه نفس دك اللي كان كي خرجه كي يقول لك سيد ياسين والله يتك يعطيهم هو نفسه من اللي غادي سيقل خبار رأي ياسين في البرودة كي تسنقل لي جيب ليه الليمون علاق بالفيتامين السي والريماتيزم هو اللي غادي يقول لك واتاوتي حلفوا مبزع كي محيط حيط هذا الشي يكون مع شناش مع ناس اللي كانوا كي بندروع عباد الله وكي يسخنهم تصيفهم من الشي اللي هو مبيح من هادش هو من نفسه من الأشخاص تيقول لك هاتاوتي حلفوا مكترما لقي حس وباقي نعقل في المحاضرة اللي كان ناض عليها في الصداع بن سليمان وكنا تكلمنا على قضية القيم إلى آخر ودويت على هاد المسألة ناض واحد لا داعي لذكر الأسماء حيط السياق كله وحط وحد الطريف أتحدث فيه عن أشخاص آخرين لا تحدثوا فيه عن نفسي وقيت لهم من اللي غادي هو هضر هذك السيد على وقيت لهم زعب حالك نظر آسك قيت لهم من اللي غا نوضان أنا هضر على هاد المسألة الاخيرية من اللي غايت جرع لي أنا من الدرس وجرع لي من خطبات الجمعة غادي تنفعني انتا أنا ديك سعرة أصلا لا أقرب المساجد إلا من أجل الصلاة ممنوع ديك سعرة من المساجد فضيت أنا يساليت لكن كنت أضرب أمثلة بأشخاص كان ينفعوا الله عز وجل بهم في المساجد ولا زالوا نظر هو من قصد العباء وعباد الله ديك سعرة أرى الفم مجاب قاعدة كلي كان كيت سناخو كيسين في الدورة كل شي يجبت الجنوية ديالو قلسي يقرد فيه لكن الحمد لله لا نرد على أحد خلي عباد الله اللي بغايدو يدوي أصلا نحن محجاجين حسنا طرق مقفرين والمسألة في السياق ديالو كنا نتكلم على قضية القيم القيم التي نبني بها هذا هو السياق العام دونك مسألة ديالو كنت أطرق قضية غلى الأسعار ما كنت أطرقش القضية غلى الأسعار هذه مينهاجية شخصية ديالي يعني بعارف رأسي أنا فين شاد بعارف رأسي فين غادي أما نبخع لك وتبخع لي ونقول لبعضياتنا ذاك شي اللي بغينا نسمعوه أرى مشاهد شي اللي طالب من الله عز وجل وما شادش المطلوب مننا نحن هي أصلا شناية الأمور أنا كنا نقولها من نهاري ما عنديش فيها ريحت لمشكيل هاد المسألة هادي غالية علية تلقربش لها حيث هو مع عباد الله اللي كانوا درين هاشتاك ديالي ما زود سبعة درام تمانية درام تقدر تقول لي فينا ومداما ولا الكلافية ما بقاش فيه هاشتاك سبعة درام تمانية درام عافتي هاشتاك سبعة درام تمانية درام مش مع الصيف ملي عباد الله وغات خرج تكوكزو الدوز العطلة ديالها سير انتا دوي على غلاء الاسعار وغات دوي على غلاء الاسعار نقول لك من هنا الدولة بدلات السيسلم ديالها ما قاش ذك شي دي السبعينات فضينا منه واجه دوي على غلاء الاسعار دوي على غلاء الاسعار القضية ما شف انك الدوير قد يشونا يتسنت لك واوزي يبقى دولار لكننا نحن نفو ما ينصون فوق ويالما بيكا ايف ماجيسكول سير تل برلمان ونوض غوة تقول لهم غلاء الاسعار قد يعطوك سوابك وحد قسمين ديال لما قالها وبعدو قو على اسلامتك الله عباد الله اللي كدقول لك غلاء الاسعار هي اللي كانت كديرت البلاء وضربت به من كازو مش الدوز لكون جي في السعيدية وريني شحال ديال من يطرو ديال المازوط قال ليل وتورت ما وغالي في الطريق وكاتب الحاشتاق مازوط سبعت درهم اللي صد وكد ضحك على راسك قد ضحك على راسك كان بطل ديكاتلون ما كنخلي في الكلاكيطات عاللينسيت و جيد قولي أنا غلاء الأسعار كنتمشي تشريم ذاك الشيء اللي مقنف في البري و جيد قولي أنا غلاء الأسعار غلاء الأسعار و هو واحد نار غادي نضربوحنا كلنا واحد سيمانا غادي نخدمون عمسيدي بالمينموم دو باز ما كنتشي حاجة اسميتها شلادة والغداء و من وراه شي حاجة غادي نحلي بها لحد الأدنى دين الغداء و غددير فيه خضراء وحدة محبوبة الجماية محبوبة الجماية صافي الخضراء الأخرى الخضراء الأخرى ما تشعل فالعافية تهباط طيح تغلى شي دروا لادرهم ما نقربش لها الأسبوعية مينهاجية من ثنين تلحد ما نقربش لها غلاء الأسعار تخضرو تحبسو لها كونيكشيون ديلكم ما تقربوش لانترنت تنظين شامان عندك المكتبة في الكتوبة دخول تقرأ فالطنكو بنادن بقي مهزوم لداخل قدام الشهوة ديالودي لأنه ما قادرش يمتانع على واحد المسألة اللي هو ما محتاجهاش أصلا فبلا ملقوا نعرفوا نرفعوا شعارات ونكتبوا هاشتاقات ونديروا منشورات كل كلام فارغ فيه فارغ واشهدك يعني أن الناس ما تهضرش على غلاء الأسعار ما عمرني ما قلت هذه الهضراءاتي أنا كنقول لك أنا الخطاب الدعوي ديالي ها فين كنمشي عندي محاضرات عندي مدخلات عندي مواضيع كنعزلها أولا كننقشها مع الشباب وكنمشي ولاني عندي واحد غرض بغيت نحطف واحد بلاس أما ننجي نخرج ذلك شي ديال خوتي اخواتي اليومان هضروا على واحد للموضوع عدد لغتالي والموضوع اللي تبغلون هضروا عليه خليهولينا لتحت في تعليقات وما تنسوش الضغطه على كده وفعل جسر الجرس ديال كده عمرني قلت لكم هذا هادره دي عمرك لقيتها شي نهار عندي في شي قنات ولا في شي باجر وشي العيبة هاشو بايوتيوبر أنا ونعارف بالله الخطأ هذا الذي أوقعنا فيه واحد العدد وإن كان قليلا واحد العدد من شباب الدعاء اللي ولو خدا من بوكو بلوس يوتيوبر انفليونسور ديالي ريزو سوسيو كدعات إلى الله عز و جل وبدأت كتتخلطوا بدأوا الناس كي نشوفوا في الدعية بحلو بحل اليوتيوبر اليوتيوبر غادي جي غادي ديرنا واحد الموضوع ديال الساعة اللي نايد عليه نهاراج غايدوي فيه إذا الدعيته وخصه يكون لأنه أصلا بدينك نخلطه شي معاشي لا كل واحد كيتحط في بلاستو كل واحد كيتحط في بلاستو ومشي عموديا كل واحد كيتحط في بلاستو وفقيا المجتمع محتاج لكل شي هذا هو النقطة نتمنى من الله عز وجل أن هذه آخر مرة يبقى يجبن معي هذا الموضوع هذا غالى الأسعار وقص عليهم مجموعة من الأمه مادلي لا ديقان جلو غير المشي لا مستش